بيقول أعلنت وزارة التربية والتعليم الفني استعدادها لبدء الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2021 وبيقولون خلي بالكم خلي بالكم العام الدراسي 20 فبراير الجاري عقب الانتهاء من أجازة فصل الدراسي الأول التي بلغت نحو 26 يوم بدأت من يوم 16 يناير وقالوا في سياق الخبر أن الامتحانات في بداية الترمي التاني مباشرة مباشرة وما فيش حاجة اسمها تأجيل للامتحانات وهم بيبلغون الموضوع ده أكتر من مرة وإحنا بنبلغوا لحضراتكم بيقولون بدء الترمي التاني بإجراء امتحانات الفصل الدراسي الأول حيث تم تأجيلها بسبب أحداث أزمة كورونا وتعليق الدراسة يعني الولادنا اللي هيرجعوا الدراسة هيمتحنوا على طول امتحانات الترمي الأول يعني ده معناه إيه؟ يعني الولاد اللي هم قاعدين في البيت أو الشباب اللي قاعدين في البيت وفاكرين إن إحنا في أجازة ففي أجازة ما بنفتحش الكتاب وفي أجازة ما بنذاكرش أرجوكم لازم نلتزم شوي لازم نذاكر كإحنا عندنا امتحانات يوم 20 يناير يوم 20 فبراير فخلاص الامتحانات الرابطة فضلها أقل من أسبوعين فنذاكر ونخلي بال كل مرة الرسالة فتبقى للمدرسين للوزارة أيوه هردى الرسالة خلاص أمر واقع بقى ما فيش مفر زكه موسيقى موسيقى